عقوبات جديدة ضد تركيا توافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل تستهدف أفرادا وكيانات مرتبطين بعمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة بشرقي المتوسط وتبنت القمة الأوروبية ألية تسمح بفرض عقوبات أوسع وأشد في مارس المقبل كلفنا بوريل بتقييم الوضع في الفترة المقبلة لاتخاذ خطوة جديدة تجاه تركيا إذا ما تطلب الأمر ذلك في مارس المقبل سيكون هناك تقييم لعلاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا سياسيا واقتصاديا وتجاريا ألمانيا التي تربطها بتركيا مصالح تجارية وعسكرية أعربت عن خيبتها من السلوك التركي وقالت المستشارة الألمانية إنجلا ميركل التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد إنه تم الاتفاق على مناقشة صادرات الأسلحة لتركيا ضمن حلف النيتو وبحث مسألة تصدير السلاح الألماني لتركيا لاحقا بالنسبة لصادرات الأسلحة لتركيا فسنناقش الملف في إطار حلف النيتو عندما تستسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها أما صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا فنحن ننتظر تقريرا بهذا الشأن قريبا اعتمد الأوروبيون في قرارهم على ما تم التوافق عليه في قمتهم في أكتوبر الماضي حيث أعطيت أنقرة فرصة لتغيير سلوكها وخفض التوتر مع الأوروبيين لكن التقييم الأوروبي توصل إلى أن تركيا واصلت استفزازاتها في شرقي المتوسط وليبيا وسوريا إضافة إلى ملفات جديدة كفاروشا ونغورني كرباخ وللتأكيد على الجدية في متابعة سلوك أنقرة في الفترة المقبلة قررت القمة الأوروبية التي عقدت هنا على مدى يومين تكليف جوزر بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد بتحضير لائحة عقوبات جديدة لبحثها في مارس المقبل في حال لم تغير أنقرة سلوكها بشأن ما يصفه الأوروبيون بملف الاستفزازات التركية عز غريبي سكاينوز عربية بروكسل